بيقول وزير الخارجية الأمريكي بتصريحه الأخير بعد العقوبات بأنه حزب الله خطر على الولايات المتحدة وعلى العالم ويجب تقييد حركته كيف ترد كارأس الديبلوماسية اللبنانية على هذا التصريح؟ ما بعرف أنا شو حجم الخطر يلي بيشكله حزب لبناني اسمه حزب الله على الولايات المتحدة ولكن إذا كان برأيه أنه هذا خطر على العدو الإسرائيلي صار غير موضوع نحن نشعر بخطر العدو الإسرائيلي علينا هذا الموضوع نحن عنا نستند إلى شرعة الأمم المتحدة أنا لا أبرر كل شيء يقوم به حزب الله وأنا بقولك حزب الله لا يحظى بإجماع سياسي لبناني فيه اختلاف واختلاف عميء في الحياة السياسية اللبنانية سبب مواقف حزب الله وسياسة حزب الله وهذا ينعكس ضعف وصعوبة أخذ قرار في السياسة الخارجية اللبنانية من أصعب المراحل التي تعيشها الدبلوماسية اللبنانية هي هذه المرحلة ولكن لا يجوز للدبلوماسية اللبنانية أن تأخذ موقف معادي لفريق لبناني وكان له دور ولا يزال يلعب دور على الساحة اللبنانية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر